المشهد الآن الملف مجددا مرحبا بك دكتور نبيل كنا منذ قليل نتحدثوا على التفصيلات فيما يتعلق بالحشرات قلت فيما قلتوا أن الحشرات التي تصيب الأشجار ما تخوفش ولكن عنا العديد من أنواع الحشرات في تونس واللي اتفاجأت به في الكواليس وأن اليوم عنا تفصيلات يعني عنا الحشرات الحضارية والحشرات الريفية صحيح 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 هذا مهم زادة بش أن معنا نعرفوه كونه فما أنواع الحشرات وذلك بالنموس بصفة خاصة النموس وذلك معتها بالطبيعة وين يعيش الأنواع هذية وين تعيش نبدأ بالبعوذ الحضاري نحن نعبر عليه بالبعوذ الحضاري معتها الموسيك إيربان نسميه هذية موجود كما قلنا معتها يلزم حاجتين تتوفر يلزم مية هراكدة مية هراكدة نوع هذية موجود بالمناطق الحضارية مثلا بالنسبة لأننا نحن بمنطقة بلدي تونس نحن نقوله المآوي اللي توجد فيها النموس هذية هما البقايع وين يتوجد نجم يكون المآوي اللي عنا نحن سواء كان معنتها دهليز دهليز معنتها ديكاف ولا معنتها فما دهليز نجم تدخل حتى في وسطه دهليز ولا فراغات مية صحية ولا فراغات صحية فراغات صحية ما تنجمش معنتها تدخل في وسط الفراغ هذية الصحي تلقاه واطي هذية زادة كيف كيف نفس الاشكال معنتها ينجم في صورة ما تكون دهليز معنتها العمارة تقول العمارة بليتو قديمة والقنوات الصرف تتعدى على في الوسط معنتها العمارة وفي الآخير تمر عبر الدهليز مثلا إذا يتكسر القنوات هذومة تتكسر القنوات في وسط العمارة والأغلبية تلقاه موجودة لحالة هذية تتكسر القنوات يولي الماء اللي هابط من القنوات الصرف الصحي يولي يركرك ويولي موجود في الكعف هذك وهذه مشكلة كبيرة اللي معنتها مع الأسف احنا كبلدية تونس ومنطقة معنتها موجودة بصيفة كبيرة برش لأنه البنايات قديمة يعني صحة كونه البنايات قديمة وما يقعش الإصلاح متاحها والصيانة متاحها بصيفة دورية على خاطر معنتها كينا حيو الماء بك العمارة هذيك ونصلحوا القنوات يولي هذاك حل جذري ما عادش موجود فيها العمارة هذيك الكعف هذك ما عادش فيه إذا ما عادش فيه ماء ينتهي مشكلة النموس مثل المواطنين يتشكاوا يقولوا احنا عنا نموس وكذا ولا العمارة اللي مجاورتنا يقول لك أنا سمحني أنا عمارتي نظيفة ولكن اللي المجاورين بحذي عمارة أخرى ما هم مش لهين بالكاف متاحهم ومش مصلحين معنتها الكاناليزازيون تولي له مشكلة احنا نوليه مجبورين باش نمشيوا ونتدخلوا باش نستعملوا معنتها المقاومة الكيميائية لكن الحل هو موجود ومعروف ونقولوه ديما ونبعثه للمواطنين ونبعثه لكل شيء معناها فكرة أنا اللي عند التونسي عموما نجم وأنه يقول لك العديد من التونسي يقولوا وأنه والله الدار اللي نسكن فيها فيها برشة شجرة ذلك عليش موجودة برشة نموس مش صحيحة لا مش صحيحة مع الأسف هذي مش صحيحة المشكلة للجر الخطرة ذاك جي في فترة معينة وبعد يمشي على روح وأحنا بيدنا معنتها ما يعمل حتى أي اقلق المشكلة جاية سواء كان ذكرنا نحن الدهليس هذوما وإلا فما مقاوي أخرين فما البلوعات تعميها الأمطار فما بلوعات كبار برشة البلوعات هذوك يركح فيهم الماء يتعباوا بالماء ويوليوا معنتها ما هو متاع الأكل بعوذة تمشي وتبيض فوق الماء اللي موجود اللي يركح في وسط البلوعة هذيك وتولي من بعد تتكاثر بصيفة كبيرة برشة والخاطر المواطنين يسخيبوا معنتها فما وقت معين وأنت معتها كأحنا ندخلوا معنتها متأخرين ديما متأخرين لا هو مصحيح البعوذة خاصة في الدهليز أحنا معنتها على طول العام خاطر مثل دياليز فيه معنتها ميكروكليما اللي تخول معنتها البعوذة هذية نجم تبيض في أي وقت في الشتاء على طول العام على طول العام نجم تبيض على خاطر فما ظروف ملائمة ورطوبة وتلقاها الكاف ولا العمارة تلقاها دافي سخون معنتها هي نجم تبيض غديك ما فهمت كيفاش معنتها على طول العام معنتها البعوذة نجم يكون موجود لكن يتكثر وتتفاقم الظاهر هذه في فترة معينة وعندما زيت ترتفع درجة الحرارة اللي في الفصل الآخر الربيع وفي الصيف حتى الخريف دكتور بعد ذلك نجم يعني شنو الفرق ما بين الحشرات الحضارية والحشرات الريفية وانتي كنت من بكري دخلت بالضبط باش تفصل لنا المسألة حتى نفهمه بجده سمحني نحب نزيد نكمل لانا بديت بالنسبة للحشرات البعوذة الحضاري قلنا على المقاوي وين يتوجد مهم زادة باش نعرفه باش كيفاش تدخلات تاقة قلنا في المقاوي الحضارية دهليز بلوعات من هالأمطار هذومة الكبارة هذومة الأكثر عنا زادة الأبار المهجورة المتروكة كل هو كل معنتها أم بلوندو موش مفاميش الماء يتحرك إذا الماء يولي راكد ينجم يعمل النموس عنا زادة بنسبة لبلدية تونس ومنطقة بلدية تونس فما الأودية ومجاري المياه نفس الشيء والسباخ والسباخ هذي كمبعض نحكيه فيها الأودية ومجاري المياه عندنا الأودية في حي الخضرة فما أودية في الحريرية في الزهور في أماكن كل فما أودية الأودية زادة كيف كيف كي يركح فيهم الماء يوليوا معنتها معوى متاع البعو وينجم يقلقوا ويعملوا إزعاج ذلك عنا نطلبوا كل عام باش تيقع برنامج متاع جهر الأودية ومجاري المياه كما التطهير هذا فما التطهير فما ديوان تطهير يقوم بالعملية هذه ولا إدارات الجهوية للتجهيز وزارة تجهيز زادة تقوم بعملية جهر الأودية ومجاري المياه في نتاق الخطة الخطة معنتها الجهوية لمقاومة الحشرات ككل فم كيفاش دونك لهنا حتى الأودية هذو ما عندهم معنتها دور كبير إذا ما يقعش الجهر متاحهم إذا ما يجهروش في وقتهم فما زادة أحوار تجميع مياه الأمطار لباسان دوروتوني دو وقت يتصب مطرة كبيرة يمشي للبقعة ويتلقاها كبيرة يتلمفها الماء هذوكم إذا ما يجهروش في وقتهم معنتها ينجم يكونوا خطر يولي ماء راكد معنتها يوحد يحط في باله اللي كل ماء راكد ينجم يعمل مشاكل متعناموس خاصة في الصيف في الفترة الصيفية في الشمس في وقت اللي فيه الشمس حتى في جنينة صغيرة معناه طوى هذوكم المقاوي نحكي اللي احنا ندخلوا فيهم حتى شيء طبيعي كما في الهواء الطلق حتى في جنينة صغيرة ينجم حتى حاجة بسيطة مثال طوى نرجع للمواطنين مثلا بالنسبة للمواطنين عنده مثال مرمى ولا بطية برميل متع ما يخلي فيه مدة معين يخلي فيه مدة معين يولي مصدر متعناموس بالضبط أنا هو اللي أخطر للبعوذ الريفي ولا الحضري أنا هو اللي يقلق أكثر والأكثر انتشارا اي نحكي ثلو حكينا على البعوذ الحضري البعوذ الريفي هذي مربوط بالسباخ المناطق اللي فيها سباخ لكلها تنجم تعمل النوع هذية متع البعوذ الريفي الخاصية متعه البعوذ الريفي هذية عنده خاصية هو مش كما البعوذ الحضري يختلف هذيك علش قلنا مش كلهم كيف كيف البعوذ الحضري مياه راكدة بينما البعوذ الريفي مربوط بينزول الأمطار بصفة خاصة هو أنا بش خليك المجال بش تفسر ولكن الثابت والأكيد وأنه البعوذ يقلق أينما وجد هل هل بش نسمعوا نحن بعض الشهادات اللي استطلاعهم سامي العرفاوي وشوف الناس اشتعاني دكتور نحن بعض الشهادات النموس يستن في الليل حتى الفليتوكس لا يعملوا شي نموس قوي يسر و كبير يخشيل يأتي من الصبخة الملاسين يأتي الزهور يأتي الملاسين سيد الحسين فرثوه يأتي الوحد نتعال الفليتوكس بستة بسبعة الفرنك لا تفرغوا لا تفرغوا ولذا شوفونا حل وكاو فرعة الصغار وحتى الكبار زاد عندنا مرتي قرصت النموس في راس نتعال المادة دوينة 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 وتعالى عند الرأس بتاع المرض في راس وانا قاعدين دوينة وفرج على الله وكاو أسناء أكثر من عامنا فماشى دوينة فماشى رقابهم فماشى حد شي ما لدينا حد شي لا يدوين ولا يعملوا حد شي والنموس ماشى يويتكث لأربي يفرج علينا وكاو صبخة مماديك صدق حتى الفكار فتا قاعدين حتى الضو يقل يرى البلار بربريز أو حاجة والظوم تعكر المقدام صدق تقع أكثر بالنموس والله لا حشيش على الكيس من النموس يتقع موجة 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 تبت الضو تقلق في العظيم النموس موجة موجة يعني إنسان يمكن يمشى على الساقي ولا يمكن البلار محلول يمكن وعد عينية تصوص التعمل من النموس كل عام يكن النموس ما فماشى حتى نحكي لك آخر فكش وش نحكي لكم والله والد البارح والدي تحت له كعبة في عين عينه تنفخت وحمارت قالوا ليه نجموش يقرس خاتم من النموس ساعة الماكل هذيك محرمين نفطر ملع شيء اللي في الليل ما فماش لما يكرا شيء ما نجموش نشعله الظو بش خاتم يستلم النموس والقراء ما يفهم ما يقرس وعد يجيب في 8 يوم خاتم ما يقرس مش محظر يدرس ومش هو مروع جورت النموس جورت النموس وكثرا نيعز ليه ما يقرأ وش ولدك ليه والله وش نايب قالوا هما كانوا واحد لقاء فرصة في النهار هون وقرأ شوية ما كانش في الليل مكرا كيف نشعلوا الظو ودوري منه عملي منه سكر البيب عملي منه بالله لو دي استخار خالق من المكتب وزيد منه من استخانة من داخل ليس وش نحكي لك ان شاء الله ربي يهديهم ويدور يمكن هما خاتر ما زالوا ما يدووش من عرش خاتر هما كل عام يدوو هو ما زالوا بتاوو شوية خاتر بحكم الصيف ما زال ما بديش ما سخنتش الدنيا برش طوي يدوو يدوو نحى شوية نموس شي غريب وكلنا الدولة ما دودش هذا بينا داوو الدولة على الأقل حتى في الشهر المريلة نموس شي غريب واحدة حتى في عيني حتى في عيني حتى في عيني أما طعم المريلة تقول في الليل خاصة في الليل مغرم حجي كاسماء نزلت مسرب اسماء نزلت مسرب ستة صباح قابت نموس يحيب نحن كثير من عملة عملة والدوو شوي نحن خلوه فرق في الصبخة شي كبير الحل والله تشوف معاشو من اقتصاص شكون يعني بشدوية عند رأى الدولة عند رأى بلدية عند رأى معاشو من خواص ما هنش عارف يعنيش كون المموال مسؤول ينزل بديو اللي نعرف ونحن المموال البلدية الحاجات تارية تدخل بلدية هاي تشوف حل يعني للناس هذوموا كماك أنا فهمتني حتى كان البلدية مايش قادرة ماديين ولا معاشنية ولا ما تريد ما عندياش هي كان جي حتى المواطنين اللي قد قلهم كل حد يمد دينار ولا في فرنك يعاونه والشعب اللي موجودين غادي المواطنين موجودين غادي يعاون يعاون البلدية معاناة بيأتم على الكلمة وكل واحد كيفاش يعاني ولكن أنا يمكن الكلمة المفتاح اللي من خلالها باش نطرح السؤال فما من الشهادات من قالت كل عام يكلن النموس يعني المشكل دكتور وأنه يتكرر كل عام يعني المسألة هذي ماشي جديدة علينا يتكرر بنفس شكله أخطر فما من الشهادات يكون يقولوا أنه مرتوا في السبيطار جراء البعوض قبل كنا نشوفه أو المواطن كان يشوفك الطائرات اللي الداوي وكان ما عادش يشوفهم يعني يعني وكأنه إحساس بتقصير من البلدية في معالجة المسألة لا أبش نفسر لك أنا حس ما فهمت معناتها من التدخلات هذه الأخيرة الأغلبية ركزت على موضوع معناتها احنا تحدثنا على البعوض الريفي اللي معناتها ينجم يعمل إزعاج معناتها كبير كبير ولكن معناتها بلدي تونس وتدخلات ما 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 نقطعتش معناتها لكن تدخلات ليست هكاكة أغلبكم النموس لا لا يعني كل عام هو موجود كل عام موجود على خاطر مدام المياه موجودة راه النموس بشي قد موجود هذه معناتها طبيعة طبيعة نعملوهم ينجفوهم هذاك عليش الملدية هي تقوم بيدورها من عدوارها نعطيك نعطيك المستنقعات نعطيك المثال لا طوا نحكي ونحن بالنسبة لل الاشكال البعوض سواء كان هذا أي نوع فما مشاكل ترجع بالنظر مثلا للأطراف أخرى كما قلنا معنتها وزارة التجهيز ولا وزارة ديوان تطهير هذو ما نطلبه بش يقع معنتها مثلا جهر وهما ما يجهروش نحن قديش بش ندخله ندخله لعديد من المرات ونطلبه وكتابيا ومعنتها لا دكتور سمعني لا المسألة خطير جدا اللي يدخله علاش احنا في إطار دولة من المفروض وأنه احنا نعرف وأنه المشكل هذا يصير كل عام من المفروض وأنه تصير لجان مشتركة مش كل واحد يخدم وحده ومراسلاته وما جاوبوناش وما جاوبوناش لا من المفروض وأنه كل الهياكل المعنية بالموضوع تصير لجنة هكا ولا هذا حبيتنا نقول وانا دكتور انا كي نبدأ انا في داري ويجيني النموس ويقلقني ويقلق صغاري وكل انا الدولة اللي هيها مقصرة مهمنيش فيها بلدية ولا تجهيز ولا بيئة ولا داخلية ولا غير وانا منزعج في داري وما نجمش نعيش وما ولادي ما نجمش يقراه وما نجمش نشعل في الضوم وما نجمش نحل الشباك في السخانة ترسيل نحول الكليماتيزار وانا ما نعمل معناها ثم اشارج وثم ازعاج كبير هو ديما رميان بالتقصير ممكن الوجه الولاني هي جيل البلدية يقولك ما دواتش انا حبيت نسأل هل انو النموس ديما هو نفسه معنا نفس النوعية متاع النموس وهل بدكش نقول انا دواء متاع اللي استعمل فيه بلدية تونس ما هوش عنده فعالية كبيرة او ولا خاصة انك تصب عليه الامطار ولا حاجة يموت يموت تأثيره معناه ما يموتش النموس والله لا بالنسبة لل الانواع هذوكم هما رو البعوذ الحذري ديما معناتها معناتها هذوكم هما نفس الانواع موجودة معناتها مش كان نحن رو عنا في تونس حتى في اوروبا وعندهم معناتها نفس الفصائل هذوما اللي معناتها معروفين وقتش يبدأوا موجودين فمت عندهم فترة معناتها معينة يتكاثروا فيها ويتواجدوا فيها لكن كما قلت لك الهنا معناتها الاشكال احنا بالنسبة لان احنا في العدد متاع المقاوي هذية متاع المقاوي معناتها متاع النموس مثلا مقاوي عديدة تدخل وين المروحيات دكتور توفهم اختنا كوثر مكديش على الصفحة الخاصة بالإداءة الوطنية طبعا مش مرجع النظر متاعكم ولكن تقول قرقنات وطالب بمروحية فالاصل في شيء الموضوع المروحية وين هما يعني كنا ندوي بالطيارات وكان كالمواطني يشوفهم ويلمح وأنه فيه جهد ما بذوله وين موجودين لا موجودين شفت لا أنا الفترة الأخرى ما ريتش أما نعرف كانت كليلنا صفرة تبدأ وينهم خاطر باش نحكي لك بالضبط بالنسبة للمعاتها الفولي هذين 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 صبخت السيجوم أحنا قبل كنا معناتها البلدية هي اللي لا هي مباشرة من 2015 ولت معناتها الوكالة البلدية الوكالة البلدية اللي حمايت الوكالة البلدية للخدمات البيئية هي اللي تمويل جهلها هي ولكن التدخلات تقوم بهم خطر فما أمور علمية مش هكاكة مع تصب المبيدات المراقبة متاع الصبخة والمعاينات متاع الصبخة ومعناتها البروتوكول أذكا تحضروا بلدية تونس على خطر هي معناتها الأمور التقنية أما مش وحدها من المفروض الدكتور وأنه يصير فيه اللجنة مشتركة هذا علش ما صارش علش باش ما نبقاوش كل واحد يلقي بالتهام الغير لا لا وعطفا على كلام نجم توسي سمعت الشهادات الكل هم يجمعوا أنه الدولة ما عملتش الدولة ما عملتش ما يهمهو مش وراه وما يفهمش المواط ومش ملزم بتشيفهم لشكون الأمر يرجع الدولة اللي يعيش فيها من المفروض وأن يتحميه من هالنموس فمشيوا للتنفيذ من المفروض وأنه تصير لجنة مشتركة من مختلف الهياكل والوزارات المعنية بمقاومة النموس ولا أنا غالط لا لا موجود هذا يراه فما اللجنة من بكري كنت تحكي على مراسلات وما جاوبتناش وزار التجهيز لا لا ساعات وقت الشيق على الإشكال وقت اللي معتها فما نقص في التنسيق لكن اللجنة فيه نقص في التنسيق طالما أنك أنت تلقي باللاقي معلومة وزار التجهيز معناه فمش تنسيق فترة ساعة نحن نطلبه مثال وما ما يقاش معناه ما فيش فمت كيفان جهوية في الفترة هذية معناه أسبوع معناتها من مكان لما كان نجان جهوية يتنقلوا معناتها في البلديات بش نشوف وش نوع النقاط السوداء وش نوع المشاكل بحضور المسؤولين لكن دكتور نظري النقاط السوداء هي بيدها متاع السناء والعام الجاي وغيرها ممكن تزيد لكن منظري ما تنقصش باعتبار أنه البلدية معاش من دورها كما كان قبل بش تلزم صاحب العمارة باش يصلح الكافو متاعه وغيره في وقت من الأوقات كانت البلدية هي اللي تصلح وطبع الفاتورة للصاحب البنائي المداعي أو للصاحب البنائي القديمة هل اليوم بلدية تونس عندها القدرة في العتاد وفي الموارد البشرية وفي التمويلات باش تقوم بكل العمليات المداوات في إبانها في فترة قبل فترة التفقيص متاع البيض ومتاع غيره وإلا لا ولي عندها مش تقصير منها هي مكن هذيك حد جيد كما نقول وإحنا بالدرجة هذيك هي حد جيد بلدية تونس هذيك اش نجمة رغم لي هي كبير والوظيف في الفلسطيني اللي الخرانية ذولي عندها أزمة مالية بلدية تونس هل أثر هذا على عملها وتدخلاتها في مقاومة الحشرات وصفة عام وخاصة النموس والله معتها بالنسبة نحن اللي قاعدين معناتها نشتغلوا في الميدان هذيك الحق معناتها 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 في كل سنة معناتها تتوفر الاعتمادات مش نشيريوا المبيدات معناتها مش معناتها فما ريبتور ديستوك ولا موجودين معناتها ما فمااش إشكال خطر العمل على طول العام فهمت كيفاش نرجع لهنا بالنسبة للصبخة السجومي تدخلات صاروا فما تدخلات صارت فما حتى درنيارما في النوف أفريل آخر تدخل خطر أنا مش لاهي به مباشرة آخر تدخل صار قبل النوف أفريل الويت أفريل في سبخة السجومي أو علش الويت أفريل خطر الرئيس مش يجي للنوف لا لا دون بار ست معناتها سخنت خطر لا نتذكر خطر نتذكر خطر الرئيس يمشي السجوم لا لا نتذكر على خطر الدات هذيك ذكر ليش خطر مش ينا لاهي به لا نعرف مباشرة سينو إذا فم طيارة طيارة موجودة مش طيارة متاع قبل خطر طيارة صغيرة أنا سنوات والله مريد هاش كنت نشوفها أنا ما شفتاش هليكوبتير ونجم ما شفهاش هليكوبتير مش كما الطيارات القبل أنا نعرفهم وانا أنا خدمت فيه حتى المستمعين قالوا ما فماش يعني حتى اللي يسمعوا فينا قالوا ما شفنا هاش لا كانش يتخرج في الليل لا لا ما ليكوبتش يعني ما نشوفه فيها الطيار موجود احنا قدتك الفترة الاخيرة وقعت الدخولات حتى عنا بالزلي قد دخلنا فمت كيفاش في في وسط البحيرة في وسط اللاك فيه إشكال كبير برشا قطر هذي زادة مهم زادة يزمنا معتها نذكروه ونقولوه كونه وحاليا فمت مشكلة مشكلة كبيرة شوية كونه الصبخة مش قاعدة مش قاعدة تفرق فم إشكال تكنيك تفهمتوا مع بلديات اخرين لا مش بلديات لا لا هذه معناتها 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 تكنيك لشال متاع الوزارة التجهيز فما ديت رفو قاعدين يقوموا بهم باش الماء متاع الصبخة يمشي في اتجاه معناتها يخرج يخرج معناتها في اتجاه بش ينقص في اتجاه واد مليان في اتجاه البحرة لكن هذا مش قاعد يصير ولذا النيفو متاع الصبخة قاعد مرتفع المستوى متاع الماء يتيح بصيفة كبيرة برش 40-50 سنتي هذا مالورزمون مالورزمون ما وصلنا لوش هذا حتى التدخلات اللي بالطائرة ما نجموش تدخل بالطائرة لكن ما تعطيش نتيجة لان معاناة الحقيقة في السجوم الناس تحكي وانه عايش على الظلام يعني تخيل وانه حتى الصالات والمساج السعاد فالصالات يطفيوا الضو على الظلام ناس تتعش باش تتعش عائلة تتطفي الظلام لانه نموش يطيح في الماكلة يعني من جمش يعيش في هذه الظروف مهما كان يلزم حل جذري بمشاركة كل الأطراف بتدخل عاجل ناس تعيش بهذه الوضعية لك أن تتخيل معنا أنه ناس تعيش على الظلام في الصلاة في الماكلة في كل في كل شؤون حياتهم عايشين على الظلام خاصة الناس الأقراب أي الأقراب بمتراث متاع السابقة السجون أي مشكلة وإنس كثافة سكانية كبيرة الملقى الغربية لا هذا يلزم حملة يا دكتور مش كما كل عام يلزم حملة على خطر الأمر خطير أمر خطير وأمراض كون نسمعه في شهادات فمشكون زوجته في المستشفى يعني مريضة جراء للحشرات فهذه يلزمها حملة أنتما أكيد وكما كنت تحكي أنتما حددتم نقاط السوداء هذه يمكن أكبر نقطة سوداء موجودة تستلزم جهد مضاعف إضافة إلى سمحني نحب نذكر نقطة أخرى كون تحدثنا عن الأمور التقنية لكن معنتها بخلاف هذا كل أحنا كبلدية نقوم بتدخلات معنتها للحد من خطر هي المشكلة فينا هو في الحشرة هذه الوشوشة التي قلنا لا تقرص ومعنتها تعمل إزعاج صحيح تعمل إزعاج مما لا شك فيه ويقلق بسيفة كبيرة تعيش في الأوحال تعيش في فاز في كيفاش هذاك علش نحبه معنتها بش نجم التدخل يكون ناجع يلزم مستوى المياه يكون منخفض بسيفة كبيرة برش معنتها بخلاف هذية الكل أحنا كبلدية قاعدين نقوم بتدخلات خاطر هي يعيشوا في الأوحال ومبعد يتيروا وقت اللي يتيروا أحنا نتدخل في الفترة هذه التدخلات وقت يش هو يبدأ موجود سواء كان في الصباح بكري ولا وقت المغرب هنا البلدية تدخل مرة في الصباح يوميا هذية من قبل من أبرتير جموات أفريل من أفريل التوى التدخلات متواصلة معنتها تدخل في الصباح وتدخل في الليل بشن هكي الضباب النقص من الحاشرة هذه باي والحمد لله وأنه معناش أنا النموس اللي استنسنا بيه واستنس بينا ما يقتلش ولكن اليوم فم مخاوفة كبيرة نجم من المهاجرين لغير النظاميين اللي يجيوا لتونس إمكانية أنه تبدأ حشرات قاتلة لا قدر الله في الأمتعة متاعهم مما يستلزم تحضير خاص خاصة أمام الأعداد الكبيرة للمهاجرين اي والله هنا الموضوع هذا يشمل بصيفة خاصة معنتها يمس بصيفة خاصة وزارة الصحة فهمت هنا خطر أما حتى البلدية عندها دور من المفروض كشريك شوف أنا نحكي على الإدارة الفرعية ما بكري في كوليست أحكيه على الإدارة الفرعية لتحسين نوعية الحياة شو محليها لسم لتحسين نوعية الحياة شوف اللي قبلها إدارة حماية المحيط الحظر الحماية والتحسين من أدوار مؤمنة تكونوا شركاء في العملية اليوم مخاوفة كبيرة من المواطنين التوانسة أنه تجينيش حشرات من أفريقيا جنوب الصحراء وتعرفوا أنه حتى الملاعبية متاعنا كيمشي وعند مباريات البرة يلقحوا فهو الناس جايتنا مش ملقحة وتنجم تجيب لنا حشرات فكان من المفترض وأنه في الوقاية أنه تصير اجتماعات وندرس المسألة وكيفاش النجم ونعمل وكذا ولا ننتظر وإحنا لا يمتش نحن حاضرين من ناحية التقنية ما مهم وأنه ننظروا فيها المسألة مهم جدا على خطر لا مسألة حياة أو موت يعني يا دكتور برك الله فيك دكتور نبي الناجي يعطيك الصحة كهية مدير بإدارة حماية المحيط الحضر ببلدية تونس يعطيك الصحة شكرا جزيلا احنا نتفاعل من للصالح العام طالما وأنه البرنامج يوعنا بشأن العام شكرا جزيلا هكذا نوصل لخاتمة هذا العدد من برنامج المشهد الآن ربي بقي ستر على تونس سيلا اللقاء